ناقش وكلمحافظة شابوة دكتور عبدالقويل مرغ مع مدير مكتب التربية والتعليم سالم حنش وعضاء اللجنة الفرعية للاختبارات الترتيبات والجهيزات النهائية لإجراء اختبارات الشهادة الثانوية العامة يوم لحظة القادمة واستعرض مدير مكتب التربية لإجراءات والترتيبات الخاصة بضمان إجراء الامتحانات دعينا الجهات المختصة إلى تقديم الدعم اللازم للجهود التي ستبذل في هذا الاتجاه لتأمين التنفيذ وإنجاح هذه العملية الاختبارية وشاد الوكيل مرغ بجهود التحضير والإعداد لإجراء اختبارات الشهادة الثانوية مؤكدا على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل ضمان إنجاح هذه الاختبارات بصورة جيدة ترجمة نانسي قنقر